السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا في احسن الاحوال اليوم سنحضر معكم كيك يومي بحجم عائلي اقتصادي ببيضة واحدة فقط ناجح مئة في المئة كيك يخفيف يلي اعجبكم فيديو دي اليوم لا تنسوش خليوا لايك وتبرتجوا مع اصدقائكم لتعم الفائدة نحتاج كأس الا ربع من السكر معيار الكأس 150 جرام فانيليا كيس واحد فقط او ملعقة صغيرة رشاة ملح حسين الطوق بيضة واحدة انا عملت بيضة كبيرة اذا كان لديكم البيض الصغير نختم المكونات جيدة نحسيده بالسكر انا نزول الطرق اليدوي ونختم بالكهربائي نختم المكونات جيدا حسين الضعف الحجم الخالط يولي اللون دياله ابيض على هات الشكل هذا ممكن تخدمه غير بالطرق اليدوي نضيف كأس الا ربع من الزيت نباتي ودائما كنوزن بنفس الكأس نمزج الكل جيدا نضيف كأس من الحليب السائل الحليب يكون دافي ممكن تعودوه بياقورت طبيعي او ياقورت بنكهة الفاني نمزج المكونات جيدا نضيف مبشور ليمونة حمضة نضيف مبشور ليمونة حمضة نضيف ملعقة كبيرة من الخل الابيض نضيف ملعقة كبيرة من الخل الابيض نمزج الكل جيدا بالطرق اليدوي نضيف نصف كأس من النشا او ميزينة اللي يعطيها شاشة لهذا الكاك نضيف الدقيق بالشكل تدريجي اللي غربلتهم من القبل ضفت الكأس الاول خميرة الحلوية 16 جرام ندخل الدقيق في الخلاط نضيف مرة اخرى نضيف نصف كأس من الدقيق ونشوف نضيف مرة اخرى 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 النار تكون من الأسفل للكيك و لا نفتح الفرن حتى تدوس 45 دقيقة ندخل القلب للفرن و نعود و نرجع معكم من بعد ما يطيب الكيك هذا هو الشكل الكيك من بعد ما نطلعته من الفرن يجي طيب مزيان نجح مئة في المئة ندهل الوجه بمرب المشمش نزيين الكيك و نزول الإطار من الجوانب و نزيينه بكوكا و كوكا السي تزيين كي يبقى اختياري ممكن تزيينه بالمتوفر عندكم ممكن تعملوا جوز الهند أو الكوك من بعد نزول الإطار بكل سهولة الكيك لا يجيش لاسق نهائيا أنا عندي هذا القلب لا يصقش سوف نزول ورق الزبدة من تحت الكيك هذا هو الشكل نهائي كيك ناجح مئة في المئة نهشيش اسفنجي هادي نقطع لكم قطعة بش تشوفوا الشكل دياله كيف عامل من الداخل هادي نهز لكم قطعة بش تشوفوها كيف عاملها كيك ناجح مئة في المئة كيك ناجح مئة في المئة كيك بمضاق الليمون إلا تتابعت نفس الخطوات اللي عملت معاكم ستحصلوا لنفس النتيجة سير نجاح الكيك كيك نفي الفرن ما تحلوش على الفرن حتى تدوس 45 دقيقة وما ترفعوش على الفرن كتار من 180 درجة القلب اللي خدمت بيه المقاز دياله 23 سنتي إلا عملتوا قالب كبير ستزيدوا في المكونات ونحضر معاكم كيك آخر اللي كيك طالع عملتوا في قالب آخر نشوفوا المكونات نحتاج جوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ نضيف كأس من السكر معيار الكأس 150 جرام فانيليا سائلة نمزج المكونات جيدا بعد نزول الطراب اليداوي ونختم بالطراب الكهربائي نخفق المكونات جيدا نحسين الضعف الحجم ديال الخالط ويصغير اللون دياله يولي اللون دياله أبيض على هات الشكل هذا نضيف كأس من الزيت نباتي ننزج المكونات جيدا نضيف كأس من الحليب السائل حليب يكون دافي ممكن تعودوه بعلبة من الياغورت نمزج المكونات من بعد نضيف مبشور ليمون حامضة ممكن تعودوا مبشور ليمون حامض بمبشور البرتقال حيث هو كي جزوين نحاول نبشار غير القشرة اللقيقة منوصلش للقشرة البيضاء نضيف مبشور نضيف علبة من الفلون الفلون يعطي مضاق هائل كيك رشة ملح لتحسين الطوق نمزج المكونات جيدا من بعد نضيف الطحين اللي غربلته من قبل نضيف الكأس الأول من الطحين الكأس الثاني خميرة الحلويات 16 جرام جوش الأكيس نخلط المكونات جيدا حسنا نحصل على خليط يكون خفيف نوعا ما ما يكونش تشقيل الخليط اللي كان سقيل سيأتي لكاك متقص إلا كان الخليط خفيف نوعا ما كيجي لكاك خفيف كيجي إسفنجي هذا هو القوام دي الخليط اللي حصلت عليه كيف كتشوفه نحساج القالب اللي غيطي فيه الكاك القالب أنا تهنسه بالقليل من الزفدة ورشيسه بالطحين ممكن تعملوا الخليط في أي قالب نسوفر عندكم رفع دي الفوق ونصب الخليط في القالب مقاس القالب 22 سنتي كل مكان القالب صغير كيجي الكيك طالع كيجي عالي من بعد ندخل القالب الفرن فرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة الفرن أنا شاعلت عليه غير من التحت حتى يطيب الكاك قعد كنشاعل عليه من الفوق ياخد لون ذهبي مدة الطهي 55 دقيقة هذا هو الشكل الكاك من بعد ما طاب كيك ناجح مئة في المئة خليوا حتيه بردعة تقلبوه في صحن تقديم أنا زربت عليه قلبته هو سخون هذا هو الشكل كيف تشوفه كيك اللي كيجي طالع كيجي عالي مرتفع خفيف اسفنجي نتيجة بينا قدامكم نقطع لكم قطعة باش تشوفوا الشكل الكاك كيف عامل من الداخل يلا تتابعتونه نفس الخطوات اللي عملت معكم ستحصلوا على نفس النتيجة نتيجة رائعة الكاك من يندخله الفرن منحلوش عليه الفرن حتى تمر 55 دقيقة ومنلي طيب الكاك منخرجوش من الفرن مباشرة كنخليوه واحد ثلاثة دقيق ولربعة دقيقة قاعد كنخرجوهم الفرن باش مكيهبتش لناك يبقى عادي هادي نهزلكم قطعة باش تشوفوا الشكل ديالو كيف عامل هيدا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوه انا قطعتوه هو مازال سخون ناجح مئة في المئة كيجي خفيف والمداقية سلام متشبعوش منو انا عملته بمداقة الليمو الحمض ممكن تعملوه بمداق البرتقال حتى هو كيجي زوين كيف قلت لكم من قبل إلا بغيتو الكاك ديالكم يجيكم طالع ويجي عالي ما تعملوش قالب كبير عملو قالب صغير انا القالب اللي عملتو المقازي الو 22 سنتي وعملت بيضاتين فقط هادا هو الشكل ديال الكاك عن قرب كيجي خفيف من ألد ما يكون إلي عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم واسبارتاجوا الفيديو مع أصدقائكم نسى عم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله شكرا